الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فلا ينكر أحد أن أصعى الكلمة كبير وشديد وأن كلمة كاذبة يمكن أن تهلك فرضا أو أن تهلك مجتمعا أو أن تمزق أوصال دولة وتقوم الحروب الجديدة فيما يعرض حروب الجيل الرابع والجيل الخامس على عوامل غير تقليدية منها بس الشائعات والأكاذيب والأراجيف والمفاهيم الخاطئة ومحاولات بس الإحباط والفتنة بين أبناء المجتمع وتقوم الجماعات الضلة والمنحرفة من الجماعات الأرهابية الخائنة والعميلة والمأجوة بمحاولات كبيرة لتزييف الوعي لذا عقدنا مؤتمرا دوليا كبيرا حضره نحو سلاثمائة من كبار العلماء والمفكرين وأهل العلم حول قضية بناء الدولة وسنعقد المؤتمرا كبيرا حول قضية خطوة الشائعات وتزييف الوعي على الفرد والدولة والمجتمع لأن خطأ تزييف الوعي كبير ومن هنا تقوم الجماعات المتطرفة على محاولة إحداث خطاب قطيعة بين الدين والدولة وبين الفرد والدولة مع أننا أكدنا بإجماع العلماء من مختلف أقطاع العالم أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان والحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشيع وهي ما يعبى عنه بالكليات السد وأفعادنا لذلك كتابا هو كتاب الكليات السد المقاصد العامة التي يجب الحفاظ عليها الدين الوطن النفس المال العرض العقل النسل والنسب وأكدنا أن بناء الدولة الحديثة العصرية ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضرية وأن الحفاظ عليها على دولة قوية واجب ديني ووطني وأن التصدي لكل محاولات أدمها أو زعزعتها أيضا ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم والوطن شيء كبير بلا وطن لا يبقى للإنسان لا نفس ولا مال ولا عقل ولا عرض ولا دين ذلك لأن الدين لابد له من وطن يحمله ويحميه ولهذا أجمع العلماء على أن العدو إذا دخل وطنا من أوطاننا وبلدا من بلادنا واجب علينا على أهل هذا البلد أن يهبوا جميعا لابتدائه بأنفسهم ولو هلكوا جميعا في سبيل الدفاع على وطنهم ولو لم يكن الدفاع على الوطن من صميم مقاصد الأديان لكان لهم أن ينقوا بدينهم وبأنفسهم وأن يتركوا وطنهم وهذا ما لم يقل به أحد ممن يعتد بائه على الإطلاق من أهل العلم لا في القديم ولا في الحديث ونقول إذا كانوا يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف حقيقته إلا المرضى فإن الوطن تاج وشرف وعز على رؤوس الشرفاء لا يعرف حقيقته إلا من اكتوى بفقده وحق الوطن وما أكدناه أيضا الحقوق حق الدولة على أبنائها حق أبنائها عليها وأكدنا على أهمية احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة كما يأخذ الإنسان أو كما توفر الدولة أو تقوم على توفير شؤون حياة الناس من طرق ومرافق وصحة وتعليم فإن على المواطن أيضا أن يؤدي حق الدولة عليه في كل واجباته وأكدنا على أمر في غاية الأهمية احترام عقد المواطنة سواء أكان المسلم يعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة أو يعيش في دولة ذات أغلبية غير مسلمة يجب عليه أن يحترم قانون الدولة وعالمها ونشيدها الوطني وسائل أشعراتها المادية والمعنوية مما يعظم الولاء والانتماء سواء أكان كما أؤكد للمرة الثانية والثالثة ولا عشرة سواء أكان الإنسان المسلم يعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة أم يعيش في دولة ذات أغلبية غير مسلمة فهذا عهد أمان وعقد مواطنة بين المواطن والدولة نحن أهل وفاء ويجب علينا أن نفي لأوطاننا ومن لا خيار لوطنه فيه فلا خيار فيه لنفسه ولا خيار فيه لأهله ولا خيار فيه للإنسانية ولا خيار فيه أصلا نسأل الله أن يعزقنا حسن الفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته